قد يتساءل البعض عن كيفية حل هذا المشروع وسنقوم بذلك بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد مشروع الوحدة الثانية بكتاب الطالب صفحة 74 وفي هذا المشروع يطلب منك أن تقوم بالبحث في الشبكة العنكبوتية عن معلومات تتعلق بالأنواع المختلفة للشبكات وكذلك عن أدوات التواصل الحديثة ويتم ذلك من خلال استخدام محركات البحث التي تتوفر لديك وعندما تجد المعلومات التي تتعلق بهذه الموضوعين يجب عليك أن تتحقق مما إذا كان المصدر عبر الإنترنت الذي وجدته وتستخدمه موثوقا به ولا تنسى احترام قانون الملكية الفكرية ولا تقم بنسخ أي مادة من المواقع الإلكترونية التي عفرت عليها ولكن قم باستخدام كلماتك الخاصة بدلا من ذلك فإذا قمت بنسخ أي محتوى من هذه الصباحات فعليك ذكر الموقع الإلكتروني الذي أخذت المعلومات منه وبإمكانك أن تقوم بالاستفادة من هذا النموذج في إنشاء هذا المشروع والذي ستجدونه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إذن أولا سنقوم بفتح محرك البحث الخاص بنا وسنقوم بكتابة العبارات التالية مثلا أنواع شبكات الحاسب ثم انتر وسنلحظا نقام بعرض العديد من نتائج البحث وسننقر منها على سبيل المثال على هذا الرابط وسنلحظا نقام بعرض العديد من المعلومات التي تتعلق بشبكات الحاسب إذن يمكننا في البداية أن نقوم بحفظ هذه الصورة على سبيل المثال وذلك من خلال النقر عليه بزر الفارة الأيمن ثم النقر على حفظ الصورة بإسم ومن ثم نقوم بحفظ هذه الصورة بعد ذلك نقوم بتحديد هذا الشكل ومن ثم القيام بحذفه ومن ثم نذهب إلى شريط القوائم إدراج من أجل أن نقوم بإدراج الصور من الجهاز الخاص بنا مثلا هذه الصورة ثم إدراج وبإمكانك أن تقوم بتنسيق هذه الصورة من خلال تحديده أولا ومن ثم نقر على شريط القوائم التنسيق ثم نقوم بتغيير ألوان هذه الصورة إذا أردت ذلك مثلا بهذا الشكل ومن ثم نقوم بذكر أنواع شبكات الحاسب هنا مثلا الشبكة المحلية والتي يرمز لها بالاختصار LAN وكذلك الشبكة الواسعة والتي يرمز لها بالاختصار WAN والشبكة المدنية أو الإقليمية والتي يرمز لها بالاختصار MAN والشبكة الشخصية والتي يرمز لها بالاختصار PAN والشبكة الداخلية المحدودة والتي رمز لها بالاختصار كان وشبكة التخزين والتي رمز لها بالاختصار سان ولك الحرية في كتابة أي نوع من أنواع الشبكات كما يمكنك أن تقوم بنسخ رابط هذا الموقع من خلال تحديد هذا العنوان أولا ومن ثم القيام بعملية نسخه وذلك من خلال النقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم النقر على نسخ أو اختصار من لوحة المفاتيح Ctrl-C بعد ذلك نقوم بلسق عنوان هذا الرابط هنا في هذا المكان كما يمكنك أن تقوم بإضافة رمز الـ QR Code لعنوان هذه الصفحة وذلك من خلال النقر على هذه الأداء ثم النقر على تنزيل وسنقوم بعد ذلك بإدراجها بنفس الطريقة التي تعلمناها إذن سنقوم بإدراج هذه الصورة ومن ثم نقوم بتغيير حجمها بالطريقة التي تناسبنا بعد ذلك نقوم بالبحث عن أدوات التواصل الحديثة وذلك بنفس الطريقة التي قمنا بها إذن سنقوم بكتابتي هنا في هذا المكان مثلا أدوات التواصل الحديثة ثم Enter سنلحظة نقام بعرض العديد من نتائج البعث وسننقر منها على سبيل المثال على هذا الرابط وسنذكر منها على سبيل المثال الاتصال المتزامن وغير المتزامن فالاتصال المتزامن كالاجتماعات المباشرة والمكالمات الجماعية والمؤتمرات الصوتية والمكالمات الصوتية الجماعية ومؤتمرات الفيديو والرسائل الفورية والرسائل النصية القصيرة أما الاتصال غير المتزامن كتسليم الطرود والبريد والفاكس والبريد الإلكتروني والمدونة الرقمية وصيغة بيانات RSS ومن ثم سنقوم بوضع عنوان هذا الموقع هنا كما قمنا بذلك السابقا وذلك عن طريق تحديد هذا العنوان ثم القيام بنسخه ثم القيام بلسكه بهذا الشكل ومن ثم سنقوم بإنشاء شفرة استجابة سريعة لهذه الصفحة وذلك من خلال النقر على هذه الأداة ثم القيام بعملية التنزيل ثم نضع المؤشر هنا ثم شريط القوام إدراج ثم الصور ثم نقوم باختياره من هنا وننسق ذلك هذه الصورة بالطريقة التي تناسبنا مثلا بهذا الشكل ومن ثم سنقوم بتنسيق هذه الصفحة وذلك من خلال تحديد الصفحة بالكامل ثم نذهب لشريط القوائم الصفحة الرئيسية ثم نقوم بتغيير حجم النص من هنا مثلا بهذا الحجم وبإمكاننا أن نقوم بدمج هذه الأسطور مع بعضها البعض من خلال وضغها بهذا الشكل ولك الحرية في تنسيق هذه الصفحة بالطريقة التي تناسبك كأن نقوم بضافة إطار لهذه الصفحة من خلال نقر على شريط القوائم تصميم ثم حدود الصفحة ومن خلال هذا السام سنقوم باختيار الإطار الذي يناسبنا مثلا هذا الإطار ومن ثم سنقوم بإنقاص حجمه ثم موافق كما يمكنك أن تتحكم في محتوى هذه الصفحة من خلال المسطرة الأفقية أو الرأسية بهذا الشكل ولا تنسى أن تقوم بعملية الحفظ بعد كل عملية إضافة في هذا المستند كما يمكنك أن تقوم بتحويل هذه الصفحة إلى ملف بصيغة الـ PDF وذلك من خلال النقر على شريط القوائم الملف ثم النقر على حفظ باسم أو من خلال النقر على المفتاح F12 ومن ثم سنقوم بتحديد نوع هذا الملف من النوع PDF ثم حفظ ونلحظ أن هذا هو الملف الذي قمنا بحفظه فإذا قمنا بفتحه سنلحظ أن نقام بفتحه بهذا الشكل وبإمكانك أن تشارك هذا الملف مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال منصة مدرستي وهكذا إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر